قالت مسؤولة علاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المساعدة التي تقديمها المنظمات الدولية ليست كافية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن وخاصة في فصل الشتاء وأوضحت أن حوالي مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمات اللاجئين في الأردن وأن الحياة تزداد صعوبة ويتعين عليهم الاعتماد على الإغاثة من المنظمات الدولية